اشتركوا في القناة 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 نحن نتحدث الى كيلو دي الفارينة كاس من الجلجلان مطحون جيدا مايو عدل 100 قرام شوفوا تحنتو ملحتو لبودرة لازم يكون هكا سينو يقطع لكم العباد من بعد لازم لي كاس الى ربع من اللوز مطحون بقشورو مايو عدل 90 قرام هنا ياللوز يا البنات راهو اختياري تقدرو تستغنو عنيه يعني عادي تدرو تستعملو غير الجلجلان لازم لي اتنيت ملعقة صغيرة من حبة الحلاوة هنا هي طريقة يعني الوصفة الحقيقية فيها مغرف كبير انا استعملت مغرف صغير مغرف صغير من حبة الحلاوة مغرف صغير من زريعة البسباس مغرف صغير ماشي معمر ديال المسكة الحرة هادي هي المسكة الحرة طحنتها خديت وحدة الربع محبات صغار طحنتهم ودرت يعني لازم يكون عندي مغرف صغير عندي رشة ديال الملح ومغرف صغير ديال الخميرة اللي هي لغشي ميك عندي ثانية مغرف كبيرة ديال الخل نصف كاس ديال المزهر اللي حتيت فيه سعفران ديال الشعرة اللي ماشي متوفر عندها دير ملوين غذائي عندي نصف كاس ديال السمن دايب و بارد ما يعادل تسعين ميليليتر نزيد عليه دركة نصف كاس تانية ديال الزيت ليعادل ايضا تسعين ميليليتر هنعطاني كاس مملوء تعمية وتمانين ميليليتر الدهون نحط النواشف نحط الفارينة كيلو ديال الدقيق ديال الفارينة نزيد عليه الجلجلان المرحي من بعد نزيد عليه اللوز يعني هدو نحط كامل النواشف نزيد هذيك العطرية اللي هي المسكة الحرة حبة الحلاوة وزرعت البسباس ورشعة ديال الملح والخميرة مغرف ديال نخلط ملايحة ديال نواشف لازم نفتحو هدوك الكوائرات ديال الجللان واللوز خاتش لو كان يقعدونا هدوك الكوائرات من بعد نفتحوها شباكيه ديالنا باش جيكم طريقة سهلة وما تطولوش في الخدمة غربلو هدو الخاليط كامل في انا اخر هكا جينا سهلة ونضمنو ما كانش كوائرات اللي راح تقطع لنا من بعد قوت كيما قوت لكم شباكيه ديالنا هنا كيما راكو تشوفو ودوك نخرج ما امكن من هدوك النواشف من هدوك الخاليط ونضغط على هدوك الكوائرات اللي يقعدو لي ولي قعدو لي كامل هدوك الاخرين خلاص نتخلص منهم هدوك منزدهمش الفارينة زيالي يعني هنه نظرن الصورة واضحة والكل يفهمني قدرك انه راح نزيد السوائل عندي لي دام اللي هو نص زيت نص ديال اسمن نحركهم هكا شو جابرك ونروح نزيد عليه مزهر اللي لازم نكون صفيتو من الزعفران هدوك ديال الشعره قدركو لي ما عندوش زعفران ديال الشعره يقدر يدير ملوين غذائي هدوك تانيت يقدر يعني يلفاله فيه بعد نروح نزيد مغرف ديال الخل ونبدأ نجمع العجينة ديالي بالماء ديال الروبينة العجينة يا البنات لازم تكون قاسحة كما يقولوا المغربة لازم تكون قاسحة لازم تكون لازم تكون يبسع شوية ما تلسقش وماشي كما ديال المسمن خاتش بعد ما نخلوها ترتاح رايحة تطلق روحة وتطرلنا لازم تلسقش لازم تكون قاسحة لازم تكون لازم تكون العجينة يبسع هذا السر من أسرار نجاح الشباكية لازم العجينة ديالنا تكون قاسحة هنا انا اخذت كاس ديال الماء بتاع العبينة وبدأت نزيت غير بشوية لازم تلسقش لازم تلسقش لازم تلسقش لازم تلسقش استعملت حوالي 220 مليليتر ديال الماء لازم تلسقش لازم تلسقش لازم تلسقش كما قد لكم تكون قاسحة لازم تلسقش نقسمه على ديبول نخرج 1 من يال ديبول نقسمهم ونعدلهم مليح في ديال نكورهم ونضعهم داخل كيس بلاستيكي يعني دانز ان ساشي ولا ان فيلم من قلت ما تخلوها ترتاح وقد ما ارتحت راح تساعدني غير على الخدمة انا خليتها زود سوية بصح قد ما خليتوها قد ممليح دك تبعو الطريقة كيفاش انه هي سهلة انا قسمتها على 8 حطيت 4 كويرات في شكارة وربع كويرات واحد اخرين في شكارة واحد اخرى وخليتهم غطيتهم مليح وخليتهم زود سوية هنا بعد ما خليتهم بايا ما تعليش في الحالة هنا نبسط كل واحدة كشاكبول كما راكوا تشوفوا ديروها عشوائيا المهم تفتحوها انا فتحتها على هذا الشكل كما راكوا تشوفوا هي البوت ديال لفتح كما راكوا نفتح فيها هكا باش ميجونيش لشوت بزاف من بعد يعني باش ما نضيعش العجينة ديالي هكا نقسمهم على ثلاثة ونحطهم في كيس نعود الطريقة نفتح العبول تيالي كما راكوا تشوفوا من بعد نطويها شغلة حنطوي كل كما نطوي وشو نقولكم كما ندير توريق كما ندير العبات فيتي نطويها قطلكم ما يهمش هنا المهم برك حندل هاش شكل المستطيل يكون يعني مسجم باش من بعد كي نفتحها ما راهيش راح تخرج لي بزاف ليشوت كي نكمل كامل اللابات ديالي نروح اللابات اللولة كامل ونفتحها شوفوا طريقة الفتح راهي سهلة لازم تكون العجينة رقيقة باك ما ترقوهاش بزاف 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 وما تخشنوهاش تانيت لازم تكون يعني موين تفتحوها ودوك نوريكم طريقة التشباك هنا نعدلها نحيلها شوية هاد الزوائد باش تجيني مليحة كل ما نحي العجينة لازم نحطها في كيس بلاستيكي ناخد الجرارة ونبدأ نقطعه واحد زوج ثلاثة عربعة خمسة الساتسان قطع واحد زوج ثلاثة عربعة خمسة الساتسان قطع العجينة هادية اللي بقات اللي نحطها في الكيس دوك تشوفو طريقة تشباك ناخد شاريطين الشاريط الأول والثاني نقلبوه على الشاريطين الآخرين كيما راك تشوفو نلسقو الجوانب ونقلبوه على الجهال الثانية دورك نعود لكم الثانية بالعقل قطعكم ناخد شاريطين الشاريط الأول والثاني نقلبوهم ونقلبو الشاريطين الآخرين كيما حك نلسقو الجناب شوفو ناخدو جنب وجنب نلسقوهم ونقلبوها على الجهة التحتانية شوفو كيما حك ونفتح وهكا تشكلنا وردة كيما هك هنا نقصلها من هاد الجوانب باش ما يخرجوا ليش كبار ولعجينة لنحيها نحطها في الشكارة كيما قطلكم هاي لك الوردة ديالي تشكلت نعود واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة السادسة نقطع يعني تشبا كهارة وسهل يا البنات تبعوا برك الطريقة قد لكم ناخدو شاريطين نقلبوهم بعد ناخدو الشاريطين للمتبقيين نعودو نزيدو نقلبوهم ناخدو الجوانب نلسقوهم من مليح كيما هك نقلبوها كيما راهي على الجهة التحتانية نفتحوها ونقرصو من الضرف باش تخرج لي وردة تتشكل لي وردة هادي هي طريقة تشباك هنا هنا شبكي شبكتها كامل وخليتها ليلة كاملة غدا من ذاك بديت نقليها هنا كي خليتها ليلة كامل شوفوا راي شدت لي لها فاغ الزيت يكن سخون وحطيت بالحبة عسلتها كيما راهكم تشوفو والشبكية ديالي وجدت العسل اللي نستعمل هو عسل سبيسيال بالشبكية نوعدكم اني راح نحط الوصفة ديالو يا سلام شبكية ولا أرواح هماوية معلكة وشاربة العسل دوب دوابان في الفم المذاق أكثر من رائع الوصفة مضمونة نتمنى تنال إعجابكم السلام عليكم اشتركوا في القناة